السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فولوتيا جدل حول اسعار تذاكر السفر من فرنسا الى الجزائر الجدل حول التذاكر بين الجزائر وفرنسا لم يتوقف بعد وهذه المرة هي شركة الطيران الاسبانية فولوتيا التي تشارك فيما يل التفاصيل في هذا الاصدار يوم 24 ديسمبر 2021 وبالفعل فان شركة الطيران الاسبانية فولوتيا بدورها تثير الجدل بين المسافرين الجزائريين حول اسعار تذاكرها من فرنسا الى الجزائر الشركة التي استلمت من اجلز وارتدير رحلات تجاريات بين البلدين ومع ذلك لا تزال الشركة منخفضة التكلفة المذكورة تتعرض للنقد في جوانب معينة على الاقل هذه هي المعلومات التي قدمتها يوميه النهار وبالفعل فان اسعار تذاكر الرحلات الجوية بين الجزائري وفرنسا هي الموضوع الرئيسي الذي يثير حديث المغتربين لسيما تلك الخاصة بناقلة لسبانية فولوتيا وبهذا دخل السوق الجزائري مطلع ديسمبر المقبل بقيت الامال عليها لكن رغم كل الصعاب فان الاتجاه ليس مزاولية تدير فولوتيا حاليا عدة خطوط بين الجزائر وفرنسا في الواقع تم اقتراح عدة وجهات نذكر على وجه الخصوص مرسيليا وبورد ووهران والجزائر اما الخطوط الاخرى فسوف تخدمها الشركة منخفضة التكلفة اعتبارا من فبراير المقبل مثل الرحلات الى قطسناطين من مرسيليا فولوتيا اسعار التذاكر بين فرنسا والجزائر تثير غضب مستخدم الانترنت في الواقع من حيث السعر لا تعمل فولوتيا بشكل افضل من شركات الطيران الاخرى في السوق لان تذاكر الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر استباع باكثر من 800 يورو في اتجاه واحد من المفترض انه تم تكيفه مع التكاليف المنخفضة فقد كان موضوعا للجدال بسبب الاسعار التي يقدمها ايضا من الجدير بالذكر ان نفس الشركة تمارس اسعار اخرى هذا لشهر يناير المقبل وبسعار 100 يورو لرحلة العودة من بورد الى الجزائر ومع ذلك من اجل تحمل اسعار التذاكر المخفضة تقدم فولوتيا شروطا معينة لعملاؤها دعوك للذهاب الى هذا الرابط لمعرفة التفاصيل ترجمة نانسي قنقر